السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال واتم صحة الفانتازي بعد التوقف الدولي تحس ان انت محتاج ان انت تعمل فرقة جديدة تحس ان انت داخل الفانتازي لأول مرة تلاقي فيه لعيبة اتصابت ولعيبة مش هتلعب ومدربين كمان بتفتكس وتقول لك اللعيبة دي تابت في المباريات الدولية فبالتالي يريحهم في المباريات القادمة عشان كده بتحس ان انت محتاج تشكلتين محتاج ان نعرف كل مدرب عايز يأمل ايه وقعد معاه وبعد كده اقرر وحدد تشكلتي وعايز احداشر تغيير مش تغيير واحد ولا حتى التغيير لو كنت مخلي التغيرين معك عشان اقدر العب الجولة القادمة فالله بينا دوس لايك للفيديو اشتراك في القناة معاكم محمود بضران مجنون ينايتد وتعال نتكلم عن اهم نصايح الجولة 13 وان اللي ممكن نعمله فيها اول حاجة معلم فانت لقى حراسة المرمى لو عندك رايا فرايا مش هيلعب قصاد برونتفورد لانه هو جاي بنظام الاعارة من فريق برونتفورد وفي الدورة الانجليزية ما ينفعش يلعب اللاعب قصاد الفريق اللي هو معار منه فبالتالي رمز ديل هو اللي حيكون واقف في حراسة المرمى بالنسبة لفريق الارسنال ولو انت عندك تيرنر فانت تقريبا كده البست في مركز الحراسة لانه لا رايا هيلعب ولا تيرنر بقى اللاعب الثاني وديسي هو اللي بيوقف بالنسبة لانه تنجهان فورست في اخر مطشين وهو اغلى من مين من تيرنر بحوالي كده اربعة من عشرة يعني هو باربعة ونص بس لو انت بتدور على حد انه هو يكون في حراسة المرمى بديل فانا انصحك اولا باريولا لاني طبعا الجدول بتاعه حلو جدا وفريق واستهام قادر يقدي اداءات قوية جدا مؤخرا مع او ممكن تروح تجيب لينو من فريق فلهم بس ستة ساعتها هتحتاج ان حد يبدل مع لينو في بعض المطشاط لان الخمس مطشاط القادمين بالنسبة لينو فيه تلاتة منهم يعتبروا سهلين واثنين صعبين لكن لو جينا هنمسك اريولا اللي هو اغلى من تيرنر بواحد من عشرة فقط لغير هتلاقي ان هو بيلعب مع بيرلي بلس وولفز توتنهام وايضا الفريق الخامس والله ايفيرتون على ما اظن فخمس مباريات حلوة كويسة مفهمش الا توتنهام هي اللي صعبة وده بينقلنا من حراسة المرمى الى خط النص على طول ايوة حنعدي الدفاع لان الدفاع فيه كلام قدام جاي ان انت ممكن تروح تجيب برضو تعتمد على فريق واستهام فانت عندك بوين وورد براوز وعندك ايضا قدوس في ظل اصابة انتونيو اللي متوقع ان هو ما يلعبش المغاراة القادمة فبوين غالبا في المباراة دي حيلعب مهاجم وكان صرح قبل كده مويز ان هو الراجل ده يقدر 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 الموضوع ده وبالتالي فقدوس هتلاقيه في الغالب اساسي اما وورد براوز فهو مفروغ منه الراجل من ساعة ما جاء وهو موجود في التشكيلة الاساسية وانا عندي بوين وورد براوز رحت مش تاريه كمان قبل الجولة دي عشان الممباريات الحلوة اللي موجودة عندهم تروح لفريق تاني انت ممكن تجيب من خط النص بتاعه وتستسمر فيه ولكن ما نصحكش ان انت تجيب من دفاعه لان دفاعهم سيء جدا وهو فريق بيرلي اه فريق بيرلي جدوال وسهل جدا وممكن تروح تجيب منه لما تعرف ان هم حيلعبوا وستهام معد الموتش ده وبعدها تلاقي ان هم داخلين في شيفلد وداخلين ايضا في وولفز وداخلين بعد كده في برايتون ويفيرتون تعتبر جدولة سهلة بالنسبة لهذا الفريق انت ممكن تروح تجيب منه هنا النصيحة بتلات لعيبة اولا اول لعبين هم في خط نص براون هيل وكلوشا او كلوشا كلوشا بواليا بيفكرنا في كلوشا بواليا اللي اتنين اجنحة واللي اتنين بيقدروا ان هم يقدوا اداءات قوية جدا مع فريق بيرلي وبيكونوا مكمن الخطورة اللعب التالت هو مشكوك ايضا في ان هو يلعب وهو المهاجم فروستر اللي طبعا تم ان هو الكلام عليه ان هو في عنده مشاكل طبعا ربنا يشفي عن الجميع وربنا ما يوريكم شر في احبابكم ولا في انفسكم فهو مش معروف اصلا ازا كان ممكن تلاقيه في المباراة اللي جاية بيلعب المباراة اللي بعدها هو موقوف لاجل مسمى لاجل غير مسمى فبالتالي انت مش عارف هو ممكن يعود ممكن ما يعودش بس عشان كده انا خليته الاختيار التالت والاول براون هيل وكلوشا ان انت ممكن تخطار منهم ان انت تجيبهم تقولي طب اتكلمت عن حراسة المرمى وعن قط النص ايه الدفاع بقى ايه مشكلته اقولك ان الدفاع احنا هنبيع منه مش هنشتري يا معلم فتقولي ايه ده ازاي اقولك بص يا حدي اولا نروح لفريق نيو كاسل فريق نيو كاسل بيعاني دفاعيا على الرغم من ان هو على ارضية ميدانه بيقدي اداءات قوية جدا ولكنه الجدولة بتاعته كمان صعبة اللي جاية فبالتالي انا لو انت عندك ضبل من فريق نيو كاسل وانا عن نفسي عملت كده لو انت عندك ضبل من فريق نيو كاسل نسبة للصحوة اللي كانوا صحيينها في الفترة اللي فاتت والاداءات القوية والمباريات السهلة فانت شلك واحد على الاقل مش هقولك شل كله انا عن نفسي سبت تريبر فقط لغير عشان مساهماته الهجومية فبالتالي استغنيت عن شار وبيعته فانا شايف كده ان انت لو عندك ضبل من دفاع نيو كاسل خلي واحد او ممكن تبيحهم كلهم لو انت شايف ان انت ممكن تستثمر في مكان تاني تاني فريق معنا احنا مش هنجيب من دفاعه او هنبيع من دفاعه هو فريق اسطنفيلة كلنا تقريبا عندنا كاش او اغلبنا عندنا كاش ممكن تتخلص من كاش او تخليه دكة على حسب انت عايزي انا عن نفسي مخليه دكة ومش متوقع ان انا لعبه في الفترة القادمة ولو لقيت ان فيه اوبشن احسن منه هجيبه فحروح اشتريه على اقول مباشرة يكون مكان كاش ليه عشان المستوى ايضا اللي هو اللي جاي بالنسبة لمستوى الجدول صعب بالنسبة لفريق اسطنفيلة وايضا فريق اسطنفيلة من النوع اللي بيعاني دفاعيا واحنا كنا طبعا جايبين كاش عشان الاتاكر تيرز وخلافه تالت فريق معنا انت تسيب منه كله انا عن نفسي بيعت كل اللعبة اللي موجودة عندي منه هو فريق توتنهام ليه؟ لان فريق توتنهام بيقدر اداءات ضعيفة فريق توتنهام العقل المدبر بتاعهم والاعتماد على مادسون ميخليهم في غيابه ما بيقدرواش الاداءات اللي هي وطبعا الغالبية يعني كان عنده مادسون وصن زي انا بعت مادسون لما صاب والراجل مش هيعود الا للشهر القادم وممكن عالسانة الجديدة كمان اما بالنسبة لصن فانا شايف ان اداءات فريق توتنهام هي اقل من المستوى المعهود اللي كان بيقديه في بداية الدورة عشان كده الثلاث فرق دول بعتهم طبعت يا معلم الثلاث فرق دول بعت المدفعين اللي عندهم وخصوصا كمان توتنهام دفاعه احنا شايفينه حتى في عز قيوته بيخش فيه اهداف اجيب مين؟ اقولك انا نصحت ليك لو هتجيب حد روح على كريستال بلس اه ممكن تجيب من فريق كريستال بلس لعيبة زي اندرسون وميتشيل في الدفاع ميتشيل ممكن تعتمد على انه ممكن يعملك اسست اندرسون من المدافعين اللي بتزيد في القراط السابتة كتير وبيقدر ان هو ياخدها كتير وبيسجل حتى اصاد الفرق القوية اصاد الفرق الكبيرة اصاد سيتي اصاد يونايتد اصاد اي فرقة بتلاقيين انه هو خطر جدا واحد اللعيبة الخطر اندرسون كمان الجدولة بتاعتهم تعتبر نص نص بالنسبة لفريق كريستال بلس فانت ممكن تستثمر فيهم ان يلعبوا معاك وتبادل ما بينهم مع المدافعين اللي معاك فده اوبشت بالنسبة لخط النص فانا هقولك روح لفريق برنت فورد على الرغم ان هم هيلعبوا الارسنال لكن فيه 3 مقشاط جايين هيلعبهم بعد كده تعتبروا كويسين تقدر ان انت تستثمر في اللعيبة اللي موجودة عندهم فبالتالي دولة اللعيبة اللي ممكن يكونوا بودلة للعيبي نيو كاسل و توتنهام وايضا لاعبي اسطن فيلا الدفاعي كمان فيه اوبشن تاني ممكن تاخدوا ممكن الناس متكونش ملاحظة وهو لعب اللي فربول لعب اللي فربول انت ممكن تاخدهم معاك ايضا عدي مبارات الستي هتلاقي ان هم عندهم 3 اربع مباريات حلوين وراء بعض لحد لما يلعبوا اليونيتد وبعد كده نبقى نشوف الوضع ايه انت ممكن لو عندك صلاح تمام ما عندكش صلاح ايب انت حتدور على خط على حد في الهجوم او خط النص وهنا مقدرش ارشح لك اسم بعينه لان احنا بنقول الاسم اللي لاقي غيره اللي بيتقلق لكن الاسماء معروفة جوتا دياز نونيز وصابوسلاي هم الاربع اسماء بنفس الترتيب اللي انا قلته لك ده ايضا نضيف عليهم ارنولد لان المباريات القادمة هي مباريات كويسة جدا وارنولد بيزيد وارنولد كمان بيلعب بعد الساعات في خط النص هو محسوب دفاع فالراجل بيزيد وبيكون قريب من المرمى وبيقدر ان هو يخلق الخطورة فبالتالي انت ممكن تاخده معاك بالنسبة لفريق ليفربول في الفترة القادمة وننهي الفيديو ده بتاعنا القصير ده بالكابتن مين ممكن يكون الكابتن بص التلوحة كابتن هلند هتبقى انت بس خايف ان هو يعمل حاجة يمعلم ولا هختاره مكانه مش هيعمل حاجة فقط لا غير لكن مباريات فريق ليفربول هي مباريات الصعبة ويمكن الفارس هو اللي بيطلع فيها من ساعة لما جيه هو وهلند يعني لفريق السيتي لكن انا هقول لك اختار الناحية التانية مثلا كابتنة صلاح صلاح في اخر اربع مباريات لعبهم اصاد السيتي سجل في الاربع مباريات في جميع المسابقات يا اما بقى بقيت الكابتنة هتكون هي كابتنة ريسكي حتى صلاح وهلند يعتبر كابتنة ريسكي لان انت شايف المباريات قوية ازاي انا عن نفسي من كابتن وورد بروز وانت عندك وورد بروز او بوين اصاد بيرلي ممكن تكابتن اي حد منهم ايضا ممكن تاخد واتكنز اصاد توتنهام خصوصا مع دفاعهم السيء خصوصا مع الاداقات الضعيفة اللي بيقدوها مؤخرا وان هما بيلعبوا التنين على المركز الرابع فممكن تلاقي ان فريق اسطن فيلا بيقدي اداءات قوية ويقدر ان هو يصل الى مرمى فريق توتنهام اخر اوبشن معانا حيكون طبعا اوبشن من ارسنال اصاد بيرنتو فورد على الرغم من ان اول مباراة لعبوها الاثنين في الدورة الانجليز انتهت بفوز بيرنتو فورد 2-0 لكن من بعدها الارسنال بيحط على فريق بيرنتو فورد وبيقدر ان هو يتفوق ويسجل اهداف فيهم حتى ولو كانت على ارضية ميدان بيرنتو فورد السنة اللي فاتح فيزين 3-0 فاته ممكن تاخد ساكا كابتن بالنسبة لهذه الجولة في النهاية ده كان كل اللي عندي عن الجولة 13 من الفانتازي الجولة اللي بتيجي بعد التوقف الدولي وتحس ان انت عايز تعمل فيها حاجات كتير وان الفرقة عندك مضروبة بالنر بس انا عايز اقول لك ان احنا كلنا في الهوى سوا وكلنا زيك وبابص على الجولات حتلاقي فيه ناس بس بتفلت من بعض الجولات وبتعدي بارقام لكن الجولة نفسها تحس ان احنا ماشيين جولة بارقام عالية وجولة تانية بتقول لنا اهدوا شوية والارقام تلاقيها في الارض فاحنا كلنا في الهوى سوا يا معلم ما تفتكرش ان انت لوحدك بس اللي فرقته محتاجة تتفور لا كلنا محتاجين نفور فرقنا فحاول ان انت تستفيد ازاي انا هبدل وتسعى الى اللعيبة اللي مستوياتها سبتة وايضا جدولها فرقها يعتبر سهل اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقى تم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته